مرحبا بك. عسام اريم و عسام. و شا انتي بانسور مانتال. انتي عالي لعب مرحبا. اه? عسام اريم و عسام مانيل و عسام و مرحبا مستمعين اكس فرس اف ام. في جي تاكتو اليوم ش نحكيه على الانتليجنس اكتفيسيال. حسب الانسان ديريجان بتاع جوجل ايريك شميت. بالله وقتش محكينيش عليها مانتال. نحنا كل يوم نحكيه كنا على الانتليجنس اكتفيسيال. اذاك عليش نسيت حاجة اخرى خاطر المرة. اذاك حكاية كبرت اكثر من لازمة. اه. نجم يقول وتنجم تخرج على السيطرة. اه. اوكي. حسب الانسان ديريجان بتاع جوجل ايريك شميت. الانتليجنس اكتفيسيال تنجم تكون في المستقبل سليح حربي. ليها قادة تقدم بشكل سريع. و حتى اللي صنعوها ما تصورو هيش بش تقدم بالفيتس هذية. والقوة الكل اللي عندها امباكت على السيكوريتي ناشونال. لامبلواء وحيتنا اليومية. وفما السؤال هوني تطرح. كان يجي نهار وانتليجنس اكتفيسيال تخرج على السيطرة ولا تفوت لميتم تاحا. شنوها ينجم يسير. هذك عليه اللي دورهم بتاع السكتور. اه. هذية قاعدين يلوجوا كيفاش ينجموا ينظموا القطاع هذية ويخلقوا لي بواندو غيسك. البواندو غيسك هذية فش يتمثل اللي هوما كل مثلا كل فلسة مثلا اللي تنجم توقف توقف اي انتليجنس اكتفيسيال قبل ما تعمل ديگا. كي عاملوا الاحصائيات القاو اللي الانتليجنس اكتفيسيال تنجم تعمل لديزنفوميسون الكتورال تدخل في الحياة الشخصية ولا تقلق البولدين سور لبلون ايكوناميك وميليتر وهذو ما من اكبر الرسك اللي موجودين. النظام اللي حكيوا عليه لليدور موضوع مهم ياسر. مدام تاوا نسمع اللي نجم ونصنع النوكليير بالانتليجنس اكتفيسيال نجم ونصنع زادة اينام بيولوجيك ولا حتى انبيراتيو انباز ميليتر. دونك لهنا لازمنا حل. والحل هوني اللي لازم الانسان يكون هو عنده الكنترول على الماشين. وايريك شميت قال كن ما نلقاوش حل في اقرب وقت ينجموا ليزوتي اللي قاعد يصنع فيهم الانسان يجي نهار ويوليو ضدوه. خلينا نفكر حاجة اللي فما موجة كاملة صايرة في السنوات الاخيرة اللي هي انه يخرجوا قدماء المؤسسات الكبرى مؤسسات تكنولوجيا في العالم. كما جوجل كما ميكروسوفت كما فيسبوك كما تكن تحكي على شميت كيف كيف منذ فترة فما بارشة حديث على جيفري هينتون اللي هو كيف كيف سانو سين جوجل دايوغ يقول اللي هو الاب الروحي للانتليجنس ارتفاسيال اللي قال اراه هو كان وراء الموضوع مع انتا والو ديفلوب ممتاعه في العالم لكن يعتبر اليوم خرج من المؤسسة عاستقال ويعتبر انه خطر فادح اليوم قاعد قاعد تستنى فيه ولا بيش تعيشوا الانسانية. دونك الشهادات ادي الكل تنجم تخلي فما نوع من الوعي ولكن فما اشكيلك الكبرى. وما الحاجة الباية اللي بغوين فوها الناس الكل متفقين على حاجة برك. اللي الانتليجنس ارتفاسيال كان ما يكنترولوهش بش تنجم تعمل ديقاء. والناس الكل مش الناس الكل المتفقين. معانتها ريت تاو كما ساميت انت ميكروسوفت فيسبوك كل شي معانتها ابحتو هو سي لما الانسان اللي يصنع الانتليجنس ارتفاسيال ما قاعد تقدم بطريقة سريعة على الاخر. انت ساجنا احكيول عن المينويتين احكي تحكي على كلكو بروفيل يعدوا على الاصابع اصابع اليد اللي قاعدين يخرجوا يستقيلوا من المؤسسة هذي بش حكيوا على حقيقة كانوا يعيشوا فيها داخلها. دون كذي يحبلوا بارشا وقت بش ينجموا يلقاوا الوزن صوتهم يعلي ولي فما وزن لأصواتهم واللكلام اللي يقولوا فيه في العالم. ان شاء الله ما يوصلوش للكامتاها هي وين تعمل ديقاء بش هما وقتها يفيقوا لازم يلقاو حال. ان شاء الله يلقفوها من لول خطر معانيش انتعارك معروبون هاريخ. بخسي بكو علي بعد شوية بوتسفير معاقبل بش نحكيو في الاخبار كلي عادة وقاعدة اخبار مع سوهيل.